ننتقل الآن إلى رميش جنوب لبنان مع مراسلة العربي هاديل نماس الاطلاع على آخر التطورات اللبنانية على طول الحدود أهلا بك هاديل في آخر بيان لحزب الله تحدث عن استهداف ثكنة رميم في الجليل الأعلى بقذائف المدفعية فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قرى الجنوب وكان هناك سقوط لأربع شهداء في غارات على ميس الجبل وحول آخر التطورات الميدانية نطلع عليها معك هاديل تفضلي فرح هو ترقب مع استمرار للغارات الدموية أربعة شهداء الحصيلة في الأربعة والعشرين الساعة الماضية شهدان إثر الغارة التي استهدفت منزلا ودمرته بالكامل في بلدة حولة بالإضافة إلى شهدين اليوم في ميس الجبل في بلدة ميس الجبل واحد منهم من فرق الإسعى فتابع لكشفت الرسالة وشهيد آخر نعه حزب الله أيضا هذا العدد مرشح للارتفاع لأن هناك إصابتان خطيرتان إثر الغارة التي استهدفت بيت ليف ساحة في البلدة وإصابة ثالثة كانت بسبب الغارة مصابة بجروح طفيفة استمرار للغارات الإسرائيلية في ساعات الفجر استهدفت أيضا بلدة كفركلة وكانت قد استهدفت بلدة رب 30 بغارة إسرائيلية تزامنا مع استمرار للقصف المدفعي الإسرائيلي نشير إلى عمليات حزب الله الثلاث المعلنة حتى هذه اللحظة آخرها العملية بالقضائف المنفذة بالقضائف المدفعية على تقنة رميم لكن هناك عمليتان نفذة بسرب من المسيرات الإنقضاضية لثكنة إليت وإليت والملكية يمكن اعتبار تنفيذ العمليات بالمسيرات الإنقضاضية في هذا الوقت الذي يفترض أن يكون فيه جيش الاحتلال على أهبة الاستعداد قدرة المسيرات على الدخول إلى الأراضي المحتلة وتجاوز الخط الأزرق وتحقيق إصابات مباشرة كما ذكرت البيانات هو أمر استثنائي في ظل هذا التوقيت الحساس حزب الله كان قد أعلن أن هذه العمليات هي ردا على الاستهدفات في بيت ليف يوم أمس وأيضا في حول العملية التي استهدفت إليت نتحدث عن مسافة تصل إلى حوالي عشر كيلو مترات عن الحدود تأتي هذه العمليات في ظل ترقب للأوضاع لا سيما مع إرسال منظمة الصحة العالمية 32 طن من المستلزمات الطبية اللازمة لإصابات الحروب أعلنت وزارة الصحة أن وزير الصحة قام باستلامها من مطار رفيق الحريري وهناك أيضا تزداد معدلات القلق مع إعلان العديد من الدول عبر سفاراتها ووزراء خارجيتها بضرورة مغادرة لبنان آخر تلك الدول نتحدث عن اليابان وولايات المتحدة بريطانيا السعودية الأردن والقائمة أيضا تزداد مع مرور الساعات وتصاعد المخاطر والتصعيد في انتظار الرد والرد الذي قد يكون مضاد أو حتى الهجوم الاستباقي الذي قد تنفذ إسرائيل شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي هذه النماز كنت معنا من رميش جنوب لبنان اشتركوا في القناة